يضع مشروع احتلال أراضي فلسطينية وضمها إلى السيادة الإسرائيلية قيادات الجماهير العربية وعلى رأسهم أعضاء الكنيست العرب أمام تحديات سياسية صعبة تحول القيادات التأثير في الرأي العام الدولي ودفعه لمعارضة المشروع من خلال اطلاع المسؤولين على حقيقة الأضرار التي سيتسبب فيها احتلال 40% من أراضي الدولة الفلسطينية نطلق صوت واضح حول خطورة مثل هذا الضم حول المس بحقوق الإنسان حول المس بالقانون الدولي حول المس بالشرعية الدولية وهناك أهمية خاصة أن يأتي هذا الصوت من داخل الكنيست خاصة وكما قلت أن القائمة وزنها السياسي بعد النجاح الأخير في الانتخابات الأخيرة وكانت القائمة المشتركة قد توجهت في رسالة إلى أعضاء الكونغرس حذرت فيها من العواقب المدمرة لمشروع الضم الإسرائيلي ولا يغفل وعضاء الكنيست العرب أهمية التعويل على العقوبات الدولية على إسرائيل في حال أصرت على مشروع الضم نحن للحقيقة نعرض على الدول الإمكانيات التي من الممكن التهديد بها أمام مثل هذا القرار الإسرائيلي هناك قضية الاعتراف المباشر بدولة فلسطين كدولة محتلة هناك قضية مقاطعة منتجات المستوطنات هناك قضية مقاطعة المستوطنات والمستوطنين وفي ظل تضاخم الشجب الدولي لهذا المخطط حاول جابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي الطلب من نظيره اليوناني أن تخفف قبرص من الضغط الأوروبي ضد إسرائيل وأن تعمل كصوت معتدل في خطاب الدول الأوروبية أما البيت الأبيض الذي أرسل مبعوثه إلى زيارة لإسرائيل فيبدو أنه بعد تصريح جانس بأن تاريخ الأول من تموز ليس تاريخا مقدسا سيعود كما جاء التباين في المواقف الإسرائيلية قد يكون سببا في إرجاء تنفيذ المخطط ويبدو أن العلاقات بين جانس ونتنياهو التي بات واضحا للعيان مدى تدهورها قد تنفجر قبل أن يتم مشروع الضم وتنهار حكومة الوحدة